اشتركوا في القناة في هذا الفيديو سنصلط الضوء على أبرز الخامات الحاضنة للذهب وأهم الدلائل والعروق التي تقودنا إليه وإليكم نصيحة ثمينة إن كنتم ترغبون في خوض غمار التنقيب والتعدين لاستخراج الذهب فعليكم بالبحث عن صخور الكواردز أو ما يعرف بصخور المارو فهي الحاضن الأهم للذهب وغالبا ما توجد هذه الصخور في المناطق الجبلية على هيئة عرق أبيضة يمتد لعدة أنتار ولا يتجاوز عرضه بضعة سنتيمترات ويعد من أغنى الخامات الحاضنة للذهب على الإطلاق هيا بنا ننطلق في رحلة استكشافية شيقة في هذه المنطقة وسنركز عدساتنا على أبرز الدلائل والمشاهد المهمة لنقدم لكم خلاصة تجربتنا تأملوا معي هنا هذا التغير اللوني الفريد في الخام لاحظوا كيف تبدو ألوانه هذا مؤشر قوي على وجود عرق معدني مؤكسد يحمل في قلبه العديد من المعادن ويحتمل بشدة أن يكون غنيا بالذهب ولكن لا يمكننا الجزم بذلك إلا بعد إجراء عمليات الاختبار والتحليل الكيميائي لاحظوا امتداده الذي لا يتجاوز عرضه بضعة سنتيمترات وهو ملفة انتباه صديقي الذي بدأ بتكسيره بحماس انظروا إلى هذا التنوع في ألوان الخام إنه أحد الخامات الحاضنة للذهب بامتياز وربما يحتوي أيضا على معادن ثمينة أخرى مثل الفضة الحديد والرصاص والآن لاحظوا هذه القطعة الصخرية تظهر عليها بعض الألوان التي تدل بوضوح على وجود النحاس انظروا كيف يحتوي الحجر بين شقوقه على طبقة بنية محمرة وهي علامة مميزة لمعدن النحاس كما نلاحظ في المنطقة وجود قطع صغيرة من أحجار الكوارتزي إذا ما أمعنا النظر وفجأة بينما كنا نتفحص الصخور صادفنا هذا الثعبان الصغير مدفونا تحت إحداها سنتركه بسلام ونكمل طريقنا عموما دعونا نواصل رحلتنا في البحث عن عروق المرو الرئيسية طالما أننا نجد قطع صغيرة من الكوارتز فهذا يعني أننا نقترب من مصدر العرق الأم انظروا هذه هي أحجار المرو التي نبحث عنها لاحظوا عند كسرها وطحنها ماذا يكمن في داخلها ما شاء الله إنها مؤكسدة وتحمل بين طياتها معادن ثمينة وعلى رأسها الذهب لقد ازداد حماسي الآن نريد أن نكتشف المصدر الأساسي لعرق الكوارتز هذا يبدو أن مصدر العرق هنا نحاول كسرها لكن دون جدوى فهي شديدة الصلابة دعونا نتأمل مسار العرق واتجاه أحاول تتبع على ما أعتقد أنني وجدته انظروا إلى منطقة الإخدرار هذه إنها دلالة قاطعة على وجود النحاس في الخام وأخيرا اتضحت معالم المصار لقد تكشف لنا عرق المرو بكامل هيئته هذا هو عرق المرو الحاضن للذهب والذي غالبا ما يوجد المعدن الأصفر فيه بكميات وفيرة لاحظوا كيف تبدو التربة المحيطة به ومدى التأكسدات الظاهرة عليها والتغيرات الجيولوجية التي تدل على غنى هذه المنطقة بالمعادن المركزة وبعد أن تحركنا بضعة أمتار على امتداد العرق أصبح يبرز هنا بشكل أوضح وأجمل ما شاء الله تبارك الله الآن بعد أن تعرفت على مصدر العرق فإن الخطوة التالية هي أخذ بعض العينات منه وتحنها بشكل ناعم جدا ثم استخدام صحن التنسيب لمعرفة ما إذا كان الذهب ظاهرا للعين من بداية العرق إذا ظهر الذهب فهذا يبشر بأن العرق غني جدا أما إذا لم يظهر فقد يكون الذهب موجودا على شكل ذهب ميكروسكوبي وحينها يتطلب الأمر تحليلا كيميائيا لفحصه وعلى كل حال فإن الخطوة العملية التالية هي الحفر في العرق لعمق يتراوح بين متر ونصف إلى مترين وإعادة عملية التنسيب وأعتقد أنكم ستحصلون حينئذ على نتيجة إيجابية ومرضية فكلما تعمقتم في الحفر زاد تركيز الذهب وبهذا يمكنك تأسيس منجمك الخاص والعمل عليه لاستخراج الذهب وبإذن الله سوف نشرح طرق الاستخراج والتحليل والفحص بالتفصيل في فيديوهاتنا القادمة نراكم في فيديو آخر نستودعكم الله مجموعة الحلول الكيميائية دليلك الكيميائي في التعلم واو